السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته معكم محمد علي وعالم السهر والتقنية اتمنى تكونوا بخير بصحة وفضل حال نهاردة كلامنا عن الوسيط المالي او الوساط المالية متابع بقالي فترة جروبات التليجرام بالذات الاستثمارية لان اغلب الناس بتعمل اداعات وصحب الصفة دايما في مشكلة ناس كتير يعني تنصب عليها بلافات ما بالك كبيرة جدا ناس بتستغل اسماء في الجروبات ناس بتستغل ان في وسطة ملايين معتمدين الادمن بيقدموهم فبيعمل حسابات بنفس الصورة ونفس البيانات وانت كل اللي بيبان عندك او بيبقى مختلف بس اللي هو المعرف المعرف بتاع الاي دي بتاع تليجرام ويبتدوا يخش يكلموا الناس ويعرضوا اسعار حرق يعني يقول لك انا هشتري منك بالغالي ولو عايز اه باعلك اه باعلك بالرخيص وللاسف في ناس بتدور على فرق حتى لو فرق ربع جنيه او فرق جنيه او فرق تلاتين قرش هو بالنسباله لما بمبلغ بيقول لك انا اولا بالمبلغ الفرق ده وبعد ما بيحاولوا الفلوس اللي دايما طبعا الوسط المالي بياخد فلوس الاول بيكتشفوا انهم تم النصب عليهم الموضوع ده حصل كتير جدا 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 خلال الايام اللي فاتت كميتنا يعني ناس اتنصب عليها ضخمة جدا وما زال النصب موجود وخاصة لو النصب بيبقى يعني زي ما بقوله يحلو لو حد عايز يشتري او يبيع عملة رقمية لانه بيبقى متأكد النصب ان زي ما قلنا انك عشان تروح تبلغ ان اتنصب عليك فواملة رقمية زي البيتكوين او الليتكوين او كلام ده كله اه مش حدش هيروح يبلغ خوفا من المسائلات القانونية طيب في الوسط المالية عشان نخش في الموضوع على طول اول حاجة لازم تتعامل مع ناس تكون لازم موثوق فيها يعني ناس الناس دي معروفة وليها موقع او ليها حاجة تقدر انك انت لتتتواصل معهم بها الوسط المالية بتشتغل على نوعين في محافظة الالكترونية عندك زي نتلر عندك زي سكريل بيبال المحافظ دي دي بقى الاحسن طريقة عشان تعمل ادع وسحب كارت انا بكلم طبعا المصريين للموضوع ده ايزي باي الخاص بالبريد المصري تاني انت عشان تتعامل مع المحافظ اللي ممكن تقبل فيزا كارت سحبه ادع مباشر مباشرة عن طريق اه مكينات اي تي ام بتاعت البريد هتحتاج الكارت بتاع ايزي باي من البريد المصري هتفعله على المحافظ وتعمل ادع وسحب بها دي رقم واحد وكمان فيه خاصية بقت موجودة في انك انت ممكن تخلي العملة اجنبية يعني انت بدل ما يبقى عملة الكارت بتاعك بالمصري ممكن تخليه بالدولار او زي ما تحب عشان بيقولوا ان فيه تقريبا فروق تحويل لو انت عامله بالمصري هيبقى لما تيجي او تسلم بالدولار هيبقى فيه فرق تحويل فتاني التلات محافظ اللي احنا قلنا عليهم دول ايزي باي احسن طريقة عشان تقدر تعمل ادعو استقبال بهم طيب في محافظ ما فيها مشكلة انك تربطها بالفيزا كارت زي عندك تقريبا انا المحافظ للاسف ما تعملتش معه من زمان فمش عارف الوضع بتاعها ايه باير بيقولوا انه هو بيتربط بالفيزا تقريبا بس فيه مشكلة انه هو عليه تسعمية تسعة وتسعين دولار زائد انه هو ما بيتفعل لازم يعني مصر منعه فهو ما بيتفعله بدولة تاني يعني ليه محدود ممكن يطلب تفعيل لو انت هتخش في مبلغ كبير وانت ما تدرش تفعله كمصري يعني مصر مش موجولة من ضمن الدول اللي ممكن تتعامل على الباير طيب احنا كده اتكلمنا انا بتكلم عن المصريين الاخوة من المغرب الاخوة من الجزائر من تونس من اي دولة تاني يريد تساعده بعض يعني ايه اللي عنده مسلا في دولته حاجة او طريقة يتعمل مع المحافظ اللي احنا بنتكلم عنها التلاتة اللي بتقبل الفيزا كار تكتب ان مسلا البنك فلان مسلا في المغرب الفيزا بتاعته بتقبل التعامل على البلون الكترونية عشان خاطر تساعده اخوانكم في كل دولة يبقوا عارفين ايه افضل طريقة للسحب والاداعة طيب اه باير قلنا عندك بيرفيكت ماني كل المحافظ اللي هي صعب انك تربطها او ما بتتربطش على الفيزا كارت بتحتاج واسية ماني انا هحط تحت الفيديو ده جروبين الجروب الاولاني خاص اسم واسيطنا ده عشان خاطر انك انت لو هتتعامل باي محافظة بالعملات اللي هي زي الباير والبيرفيكت ماني بيبالي هو شغل على كله الجروب التاني هيبقى خاص فقط للمصريين اللي هما بتعاملوا على ايزي بي هو جروب انا طرفت عليه على الفيسبوك خاص بكل الناس اللي بتتعامل بايزي بي هتلاقوا فيها كل حاجة عن ايزي بي سعرها مشاكلها الارقام اللي شغالة الارقام اللي مش شغالة كل حاجة عن ايزي بي بالملي هتفيدكم جدا 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 هتستفيد بيها يبقى احنا كده قدمنا لكم وسيط مالي وادنا لكم ايزي بي ان المصريين يقدروا يتعاملوا معهم دول الناس اللي احنا بنرشح حالكم بلاش لو انت ما عندكش خبرة او انك تتعامل على التليجرام حتى لو قدامك واحد شفت ان هو زي ما قلنا راجل المعتمد او الجيل ادمن بتاع جربه قال لك الراجل ده هو الراجل المعتمد وهو اللي تقدر تشتري وتبيع منه ممكن تتعامل مع واحد نفس البروفايل وكل حاجة ونصاب لكن الاصلي بيبقى ليه معرف واحد النصاب بيعمل ايه بيعمل نفس المعرف بيزود حرف او رقم اه فبيبقى نفس الاسم انت ممكن متاخدش بالك يعني الاي دي او المعرف بتاع حساب التليجرام ممكن بتزيادة حرف او متعرفش ان كان ده فعلا هو الاصلي ولا لا فبتحصل المشكلة دي لكن زي ما قلنا لو انت عايز تتعامل مع حاجة مضمونة دي الطريقة اللي انا قلت لكم عليها زائد الطريقة التانية بتاعت بقاصل المالي دي الطرق اللي ممكن تتعامله بيها جدا جدا جدا. اللي عايز اي حاجة انا بتحتاملكم اهم حاجة امانكم المالي. اهم حاجة فلوسك اللي بتتعب فيها ما تروحش للنصابين. اهم حاجة احنا بنقول لكم دايما جنبيكم في عالم الصلاة والتقنية شغل دماغك احمي نفسك وفكر كويس قبل ما تاخد اي خطوة خاصة لو هتبقى فيها مشكلة قانونية او مالية ليك. واشوفكم ان شاء الله حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.